أسرعيكم ديستوبيا أم يوتوبيا؟ المصطلحين دول بيتكرروا كتير جداً وإحنا بنوصف الأدب السينما، المسلسلات جرافيك نوفلز، كوميكس وحتى الفيديو جيمز بنقول دي رواية ديستوبية العالم فيها كما نعرفه بينتهي زي مثلاً Ready Player One الكتاب اللي إحنا قرناه كرواية وتفرجنا عليه كفيلم وهي أصلاً مكتوبة بفوربات يشبه الفيديو جيمز وقليل ما بنقول دي يوتوبيا بتحكي عن عالم جميل وخير لأنه ساعتها مش هيكون فيه عقدة العمل الفني يدور حواليها ولا مشكلة نحاول نتغلب عليها فالحقيقة هتكون مملة جداً وإن كان ممكن نتكلم عن أعمال فنية تناولت فكرة اليوتوبيا الخاصة بفئات معينة زي مثلاً يوتوبيا للنساء يوتوبيا للسود يوتوبيا لأقليات دينية معينة زي مثلاً لو هنتكلم عن حكاية من ضاعة الأرامل وقاءة من أرض الرجال اليوتوبيا هي المكان الطيب اللي الشر مش موجود فيه واليوتوبيا بالترجمة الدقيقة عن اللاتينية بتعني لا مكان بأنه بالمنطق كده الأرض ما فيهاش مكان لمكان ينفع يكون ما فيهوش معاناة أو شر أو فقر أو مرض الديستوبيا بقى هي عكس ده إيه المكان اللي فيه فقر ومعاناة ومرض نتيجة لوباء أو لكرسى بيئية ومش لازم الديستوبيا دي تكون في سيناريو خيالي يشبه الفيديو جيمز والأفلام الراب في زومبيز أو كائنات هاجينة بتثير الرعب والهلع وإنما بيكفي أنه التوازن العالم يختل ناحية الفوضى والخراب والعنف رواية النهاردة مميزة بالنسبة لي لأنه هي بتقع في المساحة الرمادية ما بين النقيدين دول مايفعلش نصفها بأن هي رواية ديستوبيا ولا هي رواية يوتوبيا ولا هي حتى رواية خيال علمي عدية وبيتم اعتبارها واحدة من أهم خمسين رواية خيال علمي في التاريخ رواية ستيشن إلفن لإملي سانت جون ماندل نحن بنجد في الرواية دي نهاية العالم بشكل متوقع أو مكرر وباقي قضى على 99% من البشرية لكن بنجد فيها أيضا بداية وميلاد عالم جديد في مكان أو مساحة داخله لما يمكن اعتباره يوتوبيا أو على الأقل عالم أوضر بتحاول إملي سانت جون ماندل خلال الرواية أن هي تناقش مفاهيم فلسفية عميقة زي السعي واستمراريته التي لا تعني بقي شكل من أشكال حتمية الوصول الوطن العيلة والسعادة والأمان بدور أحداث الرواية وبتقع في ثلاث أزمنة مختلفين ودول الثلاث خطوط الرئيسيين اللي الرواية بتمشي عليهم من أولها الأخيرة الزمن الأول هو حاضر اللي هو ما بعد الوباء الزمن الثاني أثناء الوباء أو قبله بفترة قليلة وبعده بسنوات قليلة يعني الفترة اللي حوالين الوباء والزمن الثالث هو الماضي القديم اللي احنا بنتعرف فيه على تاريخ الشخصيات بتاعت الرواية وعلاقاتهم المتربطة وازاي على مدار الثلاث أزمنة والثلاث الخطوط دول نلاقي نفعلا فيه تشابكات كتير الشخصية الرئيسية في الرواية هي أرثر لياندر ممثل مسرحي بيعمل دور مالي كلير وبيموت على المسرح في الليلة اللي العالم كله بيتغير فيها حالة الطوارئ ببقى بتعلن والوباء بيطول الكل وبشكل ما كل الشخصيات الرئيسية التانية اللي في الرواية كانت على علاقة بأرثر لياندر من الشخصيات الرئيسية في الرواية حبيبته وزوجته السابقة اللي بتألف وبترسم جرافيك نوفل اسمها ستيشن 11 ومن خلال ستيشن 11 الجرافيك نوفل دي بتسرد بقى أملي سان جون ماندال الحدوتة بتاعت الكتاب كله لأنه الجرافيك نوفل بتدور عن عالم انتهى ومجموعة قليلة من الناجين وشعرهم بالوحدة وشعرهم بالاشتياق وشعرهم بالذنب اتجاه من رحله وستيشن 11 الرواية المصورة دي هي حضرة معنا في الثلاث لحظات التاريخية او الثلاث أزمنة الرئيسية للرواية فاحنا بنشوفها في الماضي السحيق وهي لسه بتتكتب وبنشوف لما تكتبت وهي بتروح لقراءها القليلين وبنشوف في عالم ما بعد الوباء وهي موجودة مع قراءها اللي أخدوها قبل الوباء او اللي وصلت ليهم بشكل ما وزاي بتأثر على حياتهم ومن الشخصيات الرئيسية ايضا للرواية صديق أرثر لياندر الأنتيم وزوجته السابقة التانية وابنه الوحيد واخرى شخصية رئيسية كلم عنها هي بنت صغيرة طفلة كانت بتمثل مع أرثر لياندر في المصرحية بتاعت المالك لير وكانت بالنسبة لها أرثر شخص مؤثر ومهم وأكتر حد بتحبه وأكتر شخص متعلقة بي وأكتر شخص بيفهمها علاقات الصداقة في الرواية دي متنوعة ما بين بشر في الظروف العادية مش هيكونوا مع بعض ناس مختلفين في أديولوجياتهم فئات عمرية مختلفة خالص حد كبير وحد صغير أشخاص من بيئات مختلفة أو باهتمامات مختلفة وتطور كل الشخصيات من أول فترة ما قبل الوباء لحد عشرين سنة بعد الوباء مذهلة بناء الرواية بلغبة شوية لأنها بتنتقل بين ثلاث أزمنة مختلفة وجوة الثلاث أزمنة مختلفة دي بننتقل من سردية لسردية أو وجهة نظر لوجهة نظر أخرى عن الحدث الواحد أكتر من مرة وإن كانت الحبكة مظبوطة جدا ومعمولة بحرفية شديدة لكن قلت أقول لكم احتياطي أن أنتوا لو لقيتوا في صعوبة في الأول أنتوا تفهموا هيئي العلاقات الكتير قوي دي بشوية وقت هتقدروا تربطوا ما بين الأماكن والأشخاص وبالتالي هتفهموا تسلسل الأحداث طيب كل اللي قلتوا ده ديستوبي جدا العالم انتهى 99% من البشر ماتوا بطبيعة الحال الصناعات كلها توقفت وكل الأنظمة السياسية والاقتصادية اللي بتحكم العالم اندثرت فإيه هو السبب اللي يخليني يقول أن الرواية دي بتقع ما بين الديستوبيا واليوتوبيا حقيقة أنا عندي ثلاث أسباب سبب الأول الفن رغم كل ما حدث كان في مجموعة من البشر أخدت على عاطقها مهمة الحفاظ على الأدب والفن دول كانوا عبارة عن فرقة فنية متنقلة بتتنقل ما بين أماكن تجمعات البشر ويقدوا مصرحيات لتشاكسبير ويقولوا لهم شعر ويعرفوهم على فنون مختلفة معمولة بأدابتاشنز جديدة غير اللي كانت بتتعامل طبعا في فترة ما قبل الوابئ الناس دول الفن كان هو المحرك ودفع الأساسي لهم في استمراريتهم في محاولة النجاف في هذا العالم الجديد حفظوا عليه وتعلقوا به وده حفظ لهم على إنسانيتهم وحماهم من أنهم يتحولوا لحيوانات زي بيت الشعر بتاع فوقات حداد اللي بيقول الناس بتاكل بعض مش واكد طبع الثاني التعليم رغم كل ما حدث كان في مجموعة من البشر معنية بتعليم الأجيال الجديدة عن حضارة البشر السابقة وصول صغيرة بتجمع أطفال من أعمار مختلفة ما يعرفوش أي حاجة عن العالم القديم إلا من حق الأباء والأمهات لهم ومن خلال متحف مرتجل بيضم الأثار المتبقية من إنجازات البشرية في القرن الـ 21 والتعليم والمعرفة في هذا الخط من الرواية أو لهذه المجموعة تحديدا من البشر كان هو السبب الرئيسي لنجاتهم وإنهم مش بس نجوا وإنما تطوروا وعملوا أشياء مختلفة عن تجمعات البشر المختلفة اللي موجودة في نفس المكان قدروا يعملوا نظام اقتصادي نظام سياسي نظام تعليمي تطوروا السبب الثالث إعادة النظر للمفاهيم القديمة وده بالنسبة لي كان أهم السبب لأن في العالم الجديد البشرية اعتمدت سواء عن قصد أو عن غير قصد على منهج يشبه المنهج الديكارتي لأن في العالم الجديد والاعتقادات المفروغ منها وبدأوا يستنبطوا مفاهيم جديدة بناء عليها والجديد هنا أنه المفاهيم دي نفسها اتغيرت فيما يتعلق بالإيمان بالعرق بالجنس بأسرة وكل مفاهيم التانية اللي بيقوم عليها المجتمع أو اللي لا يقوم مجتمع بدونها وبالتالي الكود الاجتماعي الجديد اتغير وأصبح أكثر تسامحا وأكثر تقبلا للتنوع الإنساني والحقيقة أنه ده لو حصل حتى لو في عالم بوست أبوكليبتك زي ده ده يكون شيء جميل جدا يكون أفضل شيء حصل للبشرية ستيشن 11 كانت رواية ممتعة جدا 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 من ناحية قراءتها إنجليزيتها سهلة لو حد ما بيقراش إنجليزي ما كانتش معقدة وذكية جدا وخلتني أفكر كتير جدا بعدها لما قلصتها جدير بالذكرى أيضا أن الرواية تحولت لمسلسل رائع على اتش بي او بنفس العنوان وإن كنت بنصحكم أنتو لو مجيين تفرجوا على المسلسل إيرو الرواية الأول علشان كمان عقد المقارنات ما بين الرواية والأدابتيشن بتاعها يكون ألطف وأمتع لما تكون الرواية هي المرجعية عن لما يكون الفيلم أو العمل المرئي مسلسل بقى مصرحية هي المرجعية بس كده خلصنا الحلقة تنسوش تعملوا سبسكرايب لو مش عاملين دوسوا على الجرس الصغير علشان خطر تعرفوا عن الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل اعملوا لايك لو الحلقة عجبتكو اعملوا كومنس لو قريتوا الرواية أو لو عايزين تقولوا أي حاجة واعملوا شاريتوا الحلقة مع أصدقائكم المهتمين ولو مهتمين وقادرين وحبين تقدروا تدعموا القناة من خلال الاشتراك في العضوية الشهرية من الديسكريبشن اشتراكوا ده مهم جدا لأنه هيساعدني إنه الفترة الجاي أقدر أطور من المحتوى سواء من ناحية التصوير أو المونتاج أو الكسافة ففكروا في الموضوع وستنوها الأسبوع جاي في حلقة جديدة من دودة كتب شكرا